Computer Science Chapter 9 Databases تمام طيب Databases دي سهلة جدا هو اللي chapter كله يتشرح في نص ساعة شرح ونحل عليه كمان الطالب اللي واخد ICT هيقول لي chapter 9 ده مفوش ولا كلمة جديدة إلا بس حاجة اسمها SQL بدل Query ما انت في ال Access في ال Data في ICT تعمل حاجة اسمها Query هعمل لك بدلها حاجة هنا اسمها SQL Structured Query Language تعمل Search Condition كتابة Commands بسيطة جدا طيب سيبني ابدأ في الشابتر ده واشرحولك هوا وحللك عليه شوية وان شاء الله يبقى احنا كده ايه بنكسب من المنهج عشان احس ان المنهج ايه قربي خالص Introduction a Database يعني ايه Database برنامج Access لو عايزنا افتحه لك A Database is a collection of structure collection of data that allow people to extract information يعني اعمل Search يبقى ال Database دي بتخليني اعمل Search in a way that meet their need يعني مثلا عندي طلبة في كلاس اعمل Search واشوف مين اللي جاب مثلا Greater than 90 يبقى دول A Star Students او اعمل لهم Sort Descending أعلى درجة فوق وأقل درجة تحت تمام the data the data can include text اعمل دي بتبقى فيها text والحاجات دي كمان هتعرفني ال Programming ممكن يبقى text ممكن يبقى numbers ممكن يبقى dates م lacking م lavender or anything that can be or anything that can be stored on a computer a database ممكن تبقى text ممكن تبقى numbers anything that can be stored in a computer a single database a single table database contains only one table طلبة ال ICT بيعملوا import الاثنين tables او تلاتة ويعملوا ما بينهم relationships link دلوقتي احنا اللي هندرسه هنا database فيها table واحدة بس حكاية الاثنين tables والrelationships دي معقدة ملا اشدعوا بي تمام طيب the structure of a database inside a database data is stored in tables تعال بقى وريك الرسمة دي بتاع table ووريك definitions اللي انا عايز اشرحها لان هو بيسأل في definitions دي بطريقة بسيطة وجميلة جدا كل سطر من دول يا شباب بسميه record كل row بسميه record الhorizontal ده اسمه record اهو a row in the table is a record تمام وكل column بسميه field يبقى كل vertical column كده بسميه field يعني ده الفيلد بتاع النام اسم الناسة هي ده الفيلد بتاع ال student number اهي الدرجات الطلبة ده date of birth ده year group كل column هيبقى field طب اشبعنا ده بقى معمولة عليه كده مربع اللي هو ال student number ال student number هنا يا شباب هنا يعني او في امثلة تانية كتير هنا هو باعتبره key field يعني ايه اصلي بصراحة مفيش اتنين طلبة هيبقى لهم نفس ال student number انا بدي لهم ارقام من عندي ومش اخلي اتنين طلبة لهم نفس ال id number ما ينفعش ده اسمه id تمام طيب ده مستو ايه مستو ان يخليني اعمل search لو انا بعمل search على طالب بال id number بتاعه هلاقيه هو ومش هلاقيه اي حد تاني فال key field بصراحة بيبقى مفيد جدا في search وبعدين بقى ايه مثلا بالنسبة للعربيات نمرة العربية ده key field ما فيش عربيتين ليهم نفس النمرة عارف ليه عشان لما تيجي مخالفة الرقم القومي كل رقم البطاقة ما فيش انساء اتنين في مصر ليهم نفس الرقم ماشي ال idf للطالبة على هذا بقى مثلا ال product في المنتجات في السوبر ماركت كل نوع ليه id اللي هو ال barcode عشان ما يجيبش سعر حاجة تانية ده كده يا شباب اللي هو الموضوع key field خلاص طيب اللي فوق دول بقى field names وعندي data types data types دي مهمة جدا لل programming طيب بصوا يا شباب ال name ده data type بتاعه text ما هو اسامية هاي ماشي في ال programming هنسميها string تمام ال student number ده data type بتاعه numeric ارقام بقى وكمان numeric integer مش ارقام مفرقشن date of birth ال data type بتاعه date وهو data type date موجود في الايه في ال data base بس يمكن مش موجود في ال programming تمام year group ده numeric integer ال data type بتاع التلفون يا شباب باخدها text ازاي بقى ده telephone number لا باخدها text ليه لان زي ما انت شايف كده التلفون number ما بينه spaces لو كان numeric ما انفعش تحط spaces وكمان التلفون number اللي قدامك ما بينه brackets لو كان numeric ما انفعش تحط brackets خلاص يبقى دلوقتي بشرح لك data types special diet دي yes or no هو بيحتاج special diet yes ولا no بس بنسميها في ال programming او في ال database boolean logical اللي هي true false اللي هي بقى later ان شاء الله في chapter 10 اللي هي logic gates اللي هي yes or no ما هو computer اساسا binary يبقى دي boolean طب exam score ال data type بتاعته ايه اول حاجة الpercentages دي يا شباب اساسها fraction يعني 67% دي اساسها 0.67 بس عشان بقت percent اتضربت في 100 وجنبها الpercentage symbol تمام يبقى دي اساسا numeric real بس واخد formatting percentage zero decimal place height لا height دا real real numbers يعني فيها fraction ليه لانها 1.54 يبقى دا real number وفراكشن واخد formatting two decimal place الفيس pay دي currency فلوس ما عليها dollar sign يمكن في البروغراميج ما فيش currency بس في البروغراميج في integer اللي هي مثلا near group او student number والheight دا هتبقى real دا انا اشان احتلب كتير او في database يبقى the structure of the database inside the database data stored in tables which consists of many records كل سطر من دول record each record consists of several fields كل من دول fields تابقى at the table a table contains data about one type of item about one thing person event and will be given a meaningful name for example table for patient is called patient table for books is called books table for doctor appointment هل سمي appointment لازم الاسم بتاع table برضو يبقى meaningful ان شاء الله في البرغرام هقولك ان الvariable names لازم تبقى meaningful ما تعمليش بقى البرغرام زي math x y z طب الprimary key اهو اللي هو ال student number دا اللي هو no duplicates uniquely identifies a student لو عملت search بالstudent number بوصل لهو على طول تمام طيب يبقى هنا primary key in order to be sure that each record can be easily found هعمله search ازاي هعمله search بالprimary key لو بدور على طالب ومعا ال id number بتاع هعمل search هلاقي على طول ممكن بالاسم اتنين طلب اليوم نفس الاسم هتبقى لخبط each record concludes a primary key اللي هقول لرك ادي دا primary key اهو ماشي each primary key is unique ما بيتكررش دا 1423 دا 0377 دا 1103 ما ينفاش يتكام خلاص طي تعالى مثلا نذاكر hospital patient records in a hospital ما هي دي database about patients in a hospital for a hospital patient the fields will include the patient first name هنسمي first name بص مش حاطة space آه في البروغرام برضو الvariable name مش هيبقى في space طيب patients family name هنسمي family name من غير space patients date of admission هنسمي date of وابص ال a ال o capital وال a capital دي يعني عشان اعرف اول الكلمات لاني ما ينفاش حط space خلاص name of patient consultant ده الدكتور اللي بيتابع معا الاستشار ماشي patient word number اللي هو تقريبا ال id number بتاعه او حاج ماشي طيب يبقى word number patient bid number يبقى bid number مش هقعدك تبقى patient لانه هو كله patient فهنا first name family name date of a consultant whatever تمام يبقى دي hospital patient اهي قدامك اهي معمولة table دايما ال data base معمولة table يبقى كل روم من دول يا شباب اسمه record كل كلهم بتسميه field ده first name family name date of admission consultant word number bid number وهم وهم مش حطين data عشان ما يكون ش بيتكلم على حد مش حطين اسامي لو هتدي لك حط اسمي وعمل ني patient حد يرفع عليهم قضية ولا حد ما انا واخد الحاجات دي من textbook تمام طيب data types قديني شرحت ها في data types يبقى text اللي هي alpha numeric برضو اللي هي number of characters زي name هي بيبقى text في حاجة بتبقى character ده حرف واحد بس single character يبقى لو data type character عندي برضو في programming في حاجة اسمها short single character يا شباب introduction جميلة جدا للprogram يبقى text او alpha numeric هما الاثنين زي بعض يبقى هما الاثنين حاجة واحد text or alpha numeric هما نفس الحاجة دي number of characters char او character ده single character boolean اللي هي true false يا شباب اللي هي special yes or no يبقى true false one zero yes or no برضو كل الحاجات دي ايه انا عاوزها في programming هتساعدني كتير جدا في الprogram تمام طيب integer the whole number زي ما قلنا مثلا year year انت 11 ولا year 12 ولا year 13 محدش 11 and a half يبقى ده whole number real اللي هي ارقام فيها fraction decimal number date time بقى بتبقى وانهي فيهم primary key وتلاقي الدرجات بتيجي زي الفل وجميلة جدا database also has other data time like data and time currency بس الحاجات دي ما بتبقاش موجودة في الprogram طالب ict هيشوف البتاع دي وعرفها كويس جدا ده برنامج access وانا فتح table في design view تمام طالب ict انا مدرس طبعا بس لما لقي الطالب عارف حاجة اقول له اهو يعني المفتاح ده club number cup number ده primary key لانه كل واحد عنده cup number بتاعه يعني ايه cup اساسا اهو حاجة مثلا ايه جوه المدرس طيب تعال انا اذكر تاني انا عمال ارجع لك اهو واشرح لك الحاجة مرة واثنين وثلاث ماشي طيب يبقى دلوقتي مثلا text example mr smith text field value should be enclosed in single quotation ماشي وcharacter اللي هو m وده single character ماشي يبقى ده برضو لازه بيبقى enclosed in single quotation gullion يا true يا false ما بيبقاش بقى واخد quotation الانتجر for example 12 ما بياخدش quotation والانتجر whole number الريال اللي هو 12.01 يبقى ده فيه fractions تمام خلاص date time for example ده should be enclosed in single quotes ده توريق تمام يا شباب يبقى انا وريتك دلوقتي data طيب تعال اشرح لك حاجة اسمها validation وهورها لك practical يا ريتني فتحت لك البرنامج ده من الاول ماشي هورها لك practical على file في الاي سي تي بص يا سي تي ما هو الtable اهو ده database برنامج access طلبة الاي سي تي هقول ايوة ده كويس ان في تكرار ما بين الكمبيوتر ساينس والاي سي تي بص يا شباب كل سطر من دول record وكل column من دول fields وديني شرحنا data types تعال بقى اشرح لك دلوقتي حاجة اسمها validation واحسن حاجة ان انا اورها لك عملي علشان ما نعودش نشرح كتير ال student number ده data type بتاعه number افرد انا بالخطأ كتبت text بص اهو بالخطأ كتبت text هدوس enter وفضها ليه لان انا مخليه data type numeric وانا بالخطأ كتبت text طيب ما دي كده invalid هي دي validation خلاص اتشرح الكمبيوتر بيعمل checking على data اللي انت دخلتها لو هي violates the rules هيرفضها ايه هو الرول الرول دلوقتي اسمه validation check type check هو المفروض يبقى ارقاب وانا بالخطأ دخلت text فالكمبيوتر رفضها اولى لان انا بقول لك انا بالخطأ دخلت text يبا دي اسمها validation اسمها validation check type check كل الحاجات دي يا شباب عاوزينا 100% في البروغرامي ده هي دي اللي هتبقى chapter 7 في البروغرامي كويس ان انا دلوقتي بقول لك chapter 9 قبل 7 خلاص يبا دي اسمها validation check type check المفروض يبقى numeric انا بالخطأ دخلت انا بالخطأ دخلت ايه text والكمبيوتر كتر خير وصاحي بيعمل checking على الديتا ولقاها invalid ما هو validation يبقى يلاقيها invalid قص فيه كمان شوية كلمة شبهها بيلاخبطوا بعض طب يبقى دي اسمها validation check type check numeric تعالي هعمل لك خطأ كمان انا حاطت هنا validation rule ممكن اوريك عامله ازاي بس هو مش عليها خالص هتعمل انت ان شاء الله بقى validation كتير في البروغرامي ابقى اضربك عليها في البروغرام دي كده يا شباب هم مفروض candidate number يبقى 4 digits انت في الامتحام يبقى عندك 4 مربعات تملاهم لو كتبت 3 بس يبقى غلط في واحد ناقص ما انا هنا ها بص اهو نسيت واحد ودست انت شايف error message ده بيقولك invalid error student number must be 4 digits ما هو invalid ما هي دي validation بس validation تاني validation check اسمها length check the length of the candidate number should be 4 انا كاتبه 3 تم ما غلط لح كذلك برضو لو كتبته 5 يعني لو كتبت 5 digits اهو برضو ديني هو لازم 4 انا حطت هنا validation check validation check length check of 4 تمام طيب يبقى دي لي وريتك validation check تعال اوريك هنا validation year group يا شباب في طالب في year 1 في طالب في year 2 3 4 5 لغاية 12 ما فيش year 13 بقى بيخش الجامعة طيب يبقى انا حطت هنا validation check range check من 1 ل 12 بس انا حطت range check من 1 ل 12 بس تعال انا نجرب كده 13 out of range يبقى دي validation check range check تمام انا بحط 0 ما فيش طالب في year 0 انا حطت rule من 1 ل 12 مش هقولك حطتها ازاي مش مهمين للوقت بس دي اسمها validation check range check تعال اوريك validation كمان وبعدين ارجع بقى على الكتابة اقرهولة هنا انا عندي gender يا m يا f ما هو دي اسمها coding m for male و f for female طب تعال انا نكتب كده w ما فيش حال اسمها w يا شباب هو يا m يا f دي اسمها validation check look up check واحدة من اتنين يا m f ما هو w دي invalid مالهاش معنا حلو بقى جدا تعال انا نرجع للكتاب ونشرح validation انا واقف دلوقتي عند validation some validation checks ادي انا شرحتها لك اهو will be automatically provided by the database management software بصوا يا شباب البرنامج ده هو اسمه database management software dbms ماشي ادي هنا d base management ادي هنا m ماشي و ادي هنا s software او system تمام اللي هو برنامج access بص انا هكتب هنا بابين قصين dbms database db جاية من database management software بقى الحاجات دي ايه انا بطل ICT يعني بيشغلين بأكسس بس تأكسس commercial name that is used to construct and maintain the database في ادر validation check need to be set up by the database developer during the construction of the database بص سيدي هنا date of admission كتبت 99 this isn't valid ما فيش date اسمه 99 date بيبقى اتنين للday slash اتنين للمنث slash اربعة لليير يبقى the value entered is invalid هي دي validation بقى يبقى invalid date automatically rejected دي كده ما بتبرمجهش انت بتخليه data type date تكتب حقا غلط يقول لك invalid هنا بقى word number 67 هو المفروض يبقى من 1 لتن ما دي الdaytabase بتاعت الpatient هنا هوت مثلا بتتعمل ازاي greater than or equal 1 and smaller than or equal 10 الرول دي ان شاء الله هتعملها انت في البروغرام تمام يبقى ده اسمها validation check range check database allow validation checks to be built in for each field for example gender اهو gender m or f يا ام يا اف تمام طيب خلاص يبقى دي كده الايه الvalidation هبقى اشرح حلق تاني في chapter 7 على البروغرام بس ديك عندك اخر حاجة بقى في الليتشابتر والغاية هنا بقى الشرح يخلص اهو وكله بقى حل اسئلة وخلاص انا كده خلصت اخر حاجة بقى حاجة اسبها structured query language fql طالب الاي سي تي عارف ان هو بيعمل query في الكويري بيدخل criteria for example مثلا gender equal m فبيعمل له search ويظهر له اللي عنده m بس والf بيخفيه طيب طالب الاي سي تي بيعمل كلام ده بquery طالب الكمبيوتر بيكتبها code حاجة اسمها SQL structured query language بتبقى ثلاث سطور ولا بيكتيروا اربعة دي بسيطة جدا بسيطة قوي بص تعال اديك مثال تعال اديك مثال اهو هي الامثلة وخلاص select hospital number first name family name هما دول اللي هيظهروا في الشاشة prompt patient ده اسم table where consultant equal mr smith يبقى هو هيدور في الdaytabase على patient اللي consultant equal mr smith يظهر بقى ساعتها hospital number والfirst name بتاعه والfamily name من الtable اللي اسمه patient وبالمرة هيعمل لها order يعني sort by family name هيخليها ascending بالfamily name بس خلاص كده تشاركت هي دي الSQL اللي انا عايزة الشحار بتبقى بتبدأ select columns اللي عايزة تظهر وبعدين from اسم table where كذا equal كذا ده criteria او search condition order by ascending ولا descending يبقى ascending هنا للfamily بس وخلاص خلص تعال ارجع بقى اقول لك بقى ايه اقرالك واقول لك الoperators ومعرفش ايه هو المثال ده اللي بيخلص بس كده يجيلك سؤال زي ده تجربه وخلاص تعال اجيبها لك بقى من الاول خالص يعني structure query language is the standard query language for rewriting scripts to obtain useful information from the database base عشان يعني ادور على كل ال m ولا f ولا كل حاجة يبقى عندي search condition we will be using sql اللي هي دي to obtain information from single table يعني حتى مش عندي two tables ما بين هم relationship الكلام ده ان شاء الله بقى to computer science as او طلبة الاي سي تي شغالين في all level this will provide basic understanding هو اللي انت عايز basic understanding how to obtain and display only the information required اصلي الdatabase بها فيها information كتير انا عايز part of it ماشي sql is pronounced sql في ناس بيروها sql هي كده sql ماشي انت عمرك تحتاج تقراها مش مهم انا همسح السطر ده طبعا تعال نزاكر ال sql script انا ورد بقولك خلاص ده انا بقره لك من الاول بس عشان ابقى اسمي ايلك كل حاجة لما يجي لك اسئلة باي شكل تبقى جاهز an sql script is list of sql commands that perform a given task often stored in a file so that it can be reused you will need to be able to understand and undefy the output the output from the following sql لازم تفهم الاوامر وتحدد الاوامر ساعات بيديك table ويديك search condition وانت تقوله ايه ال result اللي هتطلع ماشي بس to show your understanding طيب تعال في حاجة اسمها select معنا ورتها لك هي ابني هنا select اسامل fields اللي هتظهر from اسم table where condition equal حاجة field equal حاجة ده search condition order by اللي هو sort ascending أو descending بس تعال نقرأهم هنا يمكن لقى معلومة زيت يبقى select features specific fields اللي هي columns from a table queries always begin with select انت ان شاء الله لازم هتبدأ بselect وعايز اقول لك حاجة ده هم هيجيبوه لك incomplete query وانت تكملها يعني مش هتكتبها من الاول ده مكتوبة في syllabus هيجيب لك query بالشكل ده نصها ناقص وانت تقول الباقي هوري يبقى select specify field from identifies the table انا ورت طولك اسم table where the condition بقى only record rows in the query that match a given condition order by اللي هي ascending او descending ساعات بتقول order by family name يبقى يرتبهم ascending لو قلت له order by score d e s c d e s c عن descending لو سبتها هيعملها ascending لو عايز descending تكتب له d e s c جاية من descending sum سعب بقى بيعمل summation الاتنين دول انا ما شفتوهمش في مسائل الاتنين دول بيجوا في الاس يعني مثلا انت بتعمل search وبعدين sum لكل 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 الاتنين أو count يعمل لك count لكم طالب مثلا جاب فوق كذا يبقى sum return the sum of all the values in a field will count count the number of records where the field matches the specific condition used with select يبقى sum يستخدم مع select will count يستخدم مع select طب هو command and sql command انا ورثلك في الاخر علشان ما يبقاش محتاج شرح انت انا بعمل عيد وزيد بيبدأ في select واسم الفيلز اللي هتبان from واسم التابل اللي هتجيبه منه وبعدين where كذا equal كذا وبين ده في الاخر خالص سمي كون لازم يبقى هنا identify the fields to be displayed specified the table to be used show the end of the command with search condition select and from and mandatory select and from commands are mandatory in an sql script all other commands are optional طيب يهن بيقولك select statement take the form select field 1 field 2 field 3 this specify the individual fields to be shown احنا قلنا الكلام select nigma all the fields to be shown يما لو قلت له select nigma امرها ما جات في all level دي في ال as او طلبة the ict طيب from statement take from from واسم table وخلاص specify the table where اللي هو condition بقى condition which specify the condition يعني مثلا زي ما قلنا consultant equal mr smith لو في حد patient مع consultant تاني ما يظهر condition often include values from the field field equal value this value need to be stated in the form that match the data type of the field طيب الoperator بقى انت بتعمل search condition ممكن تدور على حاجة equal حاجة كيف دي equal ودي greater than ودي less than دي greater than or equal بدي كده طلبة ict كان بيكتبها في الكويري كده وفي البروغرامين بدي كده كده ماشي greater than or equal smaller than or equal not equal to ماشي between range of values like ساعات بتحط بقى like asterix sales asterix يبقى مش بيدور على sales بيدور على sales قبلها اي text وبعدها اي text in multiple values and or or not بتاع logic gates بإذن الله هعمل لك chapter 10 اللي هو حاجة عند حاجة لازم الاتنين يبقى true علشان يظهر حاجة or حاجة ممكن واحدة منهم تبقى true يظهر when not condition that must be false يبقى هنا multiple conditions all be true يبقى الان عندك multiple conditions all be true ال or multiple conditions where one or more one or more واحد بس must be true is sufficient not لازم يبقى false عشان يرضى ايه يطال order by يا شباب هي sort ascending او descending وخلا الامثلة بتفاهم اكتر بالكلام ده order by the sort ascending or alphabetic order starting with the first field وممكن يبقى descending او reverse alphabetic ماشي يبقى هنا ascending و descending لو سبتقى فضية بياخد ascending يبقى لو قلتلو order by family name هينتبهم alphabetic ascending by family name السم select some field بيجمع لك الارقام والcount بيعدلك كم مرة تمام يبقى دي calculation لازم يبقى integer or real ودي count if the given criteria is a is met طيب تعال بقى ناخد examples وحل لك مثال واثنين وثلاثة عشان تعرف الدنيا سهلة قديم example one display consultants patient for example the fellow following sql command ده هو ده اللي بدأت بيش شرح ماشي for patient table ما عندي single database ما فوش غير table اسم patient بس would provide a list of all mr smith patient showing the hospital number aho first name aho family name aho بس هنا شرح هنا field name ما بيبقاش في space يبقى لازم sql يبدأ بselect hospital number first name family name دول التلاتة columns اللي هيظهروا من table from patient اسم table where consultant equal mr smith خلاص ساعتها الرزلت هيبقى هيطلع لك column ده hospital و column ده first name و column ده family name و ادي التلاتة اللي هو الدولة التلاتة اللي linked مع mr smith وزي ما انت شايف في الاخر خالص بس ميكون output from the table patient showing mr smith patient اهو ساعات يا شباب في المسائل بيديك السرش ويقولك انت طلع للرزلت تعال نشوف واحدة تانية display consultants patient in alphabetic order يعني عايزين a source نزود هنا بقى order buy يبقى select hospital number first name family name متبر اللي اسمه patient where consultant equal mr smith order buy family name semi call ساعت ascending يبقى بص بقى هنا هو طلع الاول وسينا طلع في الاخر هنا ما كانوش ايه مترتبين هنا لما قلتله order buy رتب يبقى output from the patient in alphabetical order of family name هنا كان ايه showing وخلاص لا هنا alphabetical order of patient name خلاص ده كده كل اللي انا ايه خدتوا من الكتاب تمام اللي جاي بقى من ال pass papers اهو 23 mars paper 21 تعال اقول لك على مسألتين نذكرهم وديك البقى ايه بتاع تتذكر انت فيه a shop that sells books يبقى انا عندي shop that sells books has set up new database table اسمه book list يبقى التابل اسمه ايه كي شباب database table التابل اسمه ايه book list عشان تكتبها في الفروم to store book details part of the table is given اهو عدت cut number عالشمال باين يا اخي cut number ده هيبقى هو primary key عارف ليه لانه مش هيتكرر title اسم الكتاب والcut number data type بتاعه ايه text او alpha numeric title text fiction يسول لنو دي بقى boolean يا true يا false الاثور يبقى string paperback yes ولا نو تبقى boolean ال price دي number real وstock level 500 دي number integer طيب هو بقى بيقول ايه the number of records in this part of database business بقولك طرف تعد عد واحد سيبك من لفوق ده fill names واحد اتنين ترات اربعة خمسة ستة هتعدهم تعدهم 23 كده خط درج ما انا حطط لك الاجابات انا عملها لك working example يبقى تعد عدد ال records عدد السطور ما عدد الفؤاني خالص لانه ده مش record ده fill names طيب يبقى the number of records ديك بتعد وخلاص the name of the field which we use as primary key هو cut number ما هو ده طب ليه ما هذا سؤال ليه the reason for choosing this field in primary key is that it is unique ما كان سؤال يا شباب وده كان سؤال تمام كل واحدة من دي أنا كل واحدة من دي كان السؤال the most appropriate data type هيسألك بقى في ال data types قديني شرحت لك كل ال data types يبقى انت اللي هتملك جدول ده الكات نمبر هتكتب text أو alpha numeric title هتكتب text أو alpha numeric الفيكشن بولي اللي لانه يسور لانه ال price real ما تكتبش currency ما فيش currency symbol تمام طيب خلاص طيب the output from the structure query language statement هو مديك sql بيقول لك select cut number title author يبقى الله هتطلع مين بس ال cut number وال title وال author البقين مش هتطلعوا from book list ده اسم table ما هتطلع الاسمه ايه book list تمام where stock level equal zero كل ما هو قدامه zero هيطلعي بقادي واحد ادي اتنين ماشي هما الاتنين دول ال equal zero بس هيطلع لك هادي ال id number وهدي اسم وده ال author لان هو هيقول لك هنطلع ال cut number وال title وال author يبقى ده ال cut number وده title وده ال author يبقى هو ده ال out انا عاوزين شوف تاني ادي سؤال وادي سؤال تمام وخلاص وادي سؤال تمام طيب هتوقف انا لغاية هنا علشان ايه كفاية كده ماشي اصي ده السؤال ده انا واخده من كام ده السؤال ده انا واخده من 23 الاسئلة بقى في المنهج الجديد القديم فيها اختلافات بس انا عامل لها modification عشان تبقى زي المنهج الجديد لدول انا عامل لهم modification يبقوا زي المنهج الجديد لان ما كانش زمان بيجيب لك ال asql كان زمان بيجيبها query زي الاي سي تي بس دلوقتي بقت asql هتوقف انا هنا ماشي خلاص والباقي واضح لو عزتو نبقى نشرحو لكم باذن الله شكرا جزيلا على حسن اللي سي